اشتركوا في القناة عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم يده الله ورعاه برعاية حفل افتتاح نسخته السادسة لافتا إلى استمرار الحكومة في استهداف مجالات التنمية الزراعية والحيوانية والبحرية بمزيد من المبادرات والخطط التي تكفل تعزيز الأمن الغذائي ونوه المجلس في هذا الصدد بالجهود التنظيمية التي بذلتها وزارة شؤون البلديات والزراعة والجهات الحكومية ذات العلاقة والتي أسهمت في إنجاح المعرض وذلك في ضوء الاطلاع على تقرير مرفوع من سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بهذا الشأن ثم هنأ المجلس صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بمناسبة يوم المرأة البحرينية مشيدا في هذا الصدد بجهود المجلس الأعلى للمرأة في تبني البرامج والاستراتيجيات المعززة لتقدم المرأة البحرينية بعد ذلك هنأ مجلس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد الثاني والخمسين منوها بمسارات التنمية التي تشهدها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبدعم ومساندة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة رئيس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة متمنيا لها مزيدا من النماء والازدهار بعدها أكد المجلس على أهمية الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة متمنيا لدولة الإمارات التوفيق والنجاح في جهودها التنظيمية لهذا التجمع العالمي المهم وفي هذا الصدد فقد وافق المجلس على مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول الوثائق المتعلقة بمؤتمر كوب 28 بعد ذلك قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تحديث مؤشرات أداء استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 والتي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي وتعزيزها بالمبادرات الداعمة لتحقيق الأمن البيئي مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع مرسوم بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بشأن الاشتراطات والضوابط التسميمية والوظيفية في مناطق التراث العمراني مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن مشروع إعادة إصدار قرار تنظيمي حول التصنيفات الواردة في الاشتراطات التنظيمية للتعمير المحدثة مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول النتائج الاقتصادية الإيجابية التي تحققت على صعيد الفعاليات التي استضافتها أو استضافها مركز البحرين العالمي للمعارض خلال شهر نوفمبر الجاري حيث أعرب المجلس عن شكره وتقديره لكافة الجهات على جهودها في التنظيم الموفق للفعاليات العالمية والمحلية أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية بما يلي نتائج المشاركة في اجتماع الدورة الحادية عشر للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نتائج الاجتماع الأول للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والتكنولوجي المشاركة في أعمال المؤتمر الخامس لوزراء العمل بمنظمات التعاون الإسلامي المشاركة في معرض دبي الدولي للطيران الفين وثلاثة وعشرين نتائج المشاركة في الاجتماع الخامس والعشرين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الفين وثلاثة وعشرين نتائج المشاركة في الاجتماع السابع عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه والدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي الخامس للمياه نتائج المشاركة في مؤتمر الشينزن العالمي لتبادل الابتكار وريادة العمال الفين وثلاثة وعشرين المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات الوفود الخارجية إلى مملكة البحرين ديسمبر 2023